وكأن المنازل المدمرة أصبحت أبرز معالم العراق فهي تعرف بالبلد وإنجازات نظامه السياسي الحالي هذه المشاهد معتادة في ديالة وصلاح الدين ونينة والأنبار وغيرها من المحافظات منذ عام 2014 مرت عدة ميزانيات خصصت على الورق نفقات الإعمار لكنها ظلت في الوهم الدمار في الفلوجة يعطي صورة عن واقع المناطق المنكوبة في عموم العراق أين ذهبت أموال المتضررين أموال البيوت المهدمة يعني من 2016 أسألكم بالله يعني من 2016 إحنا رجعنا إلى مدينتنا بعدما تحررت وهذا الدمار لا يزال هذا الدمار والخراب لا يزال بيوت لحد الآن مهدمة يعني يطلعون يكشفون يشوفون الوضعية يجون على حي الشهداء يجون لجبال يجون القضاء في الفلوجة بالأخص يزين ورحت هاي الأموال اللي هي خصصة لهالغرض هذا أين ذهبت ورحت يعني أسألكم بالله يعني هسا ناس ما لاقي حتى قوت لعيالها لأطفالها يعني تيتاكل ماكو وكما تعود العراقيون كل العالم يرى هذا الدمار إلا المسؤولين يسمعون مناشدات السكان ويتجاهلونها وكأن الدمار في بلد غير العراق لحد الآن ما شفنا من الحكومة مالتنا كل ناتج لا تعويض ولا مدارة ولا شيء زيان هاي بيوتنا شوفونها جدامكم لحد الآن اللي عنده مكانية يسوي والما عنده قاعد بخيمة إلى متى إلى متى يعني هاي البيوت شوفونها ولا هاتجت ولا زرتونها وشفتونها لقلت وشردت من الفلوجة ومن لم يملك المال لبناء منزل على نفقته الخاصة اتخذ الخيام منزلا متحملا ظروف الطقس القاسية وسوء الوضع المعيشي عدة سنوات مرت على نكبة هذه المناطق اطلقت خلالها عشرات الوعود وقيمت مؤتمرات الدعم وكله باسم المناطق المنكوبة لكن واقعها المأساوي لم يتغير